اشتقتلك كتير يا أحلى أب إنت رح تيجي يا البن بدي أعطيك حديتك عم بستنعك بعد شوي جاي حبيبي رح ايجي لعندك بعد شوي ما بطول في أشخاص دخلوا على الخطفة جاي بلحظة كتير صعبة ما كنا متوقعين إيه معلم إيه فيك أنت عتمدوا علي سمحي وإيه سمحي وإيه سمحي وإيه سمحي وإيه سمحي وإيه يلا يلا تعال بس إذا عندك شي قولي شو مشان شغلة الوشن هاي ليش شو فيه الوشن الشغلة مو مستاهلة بكفي تضغط عالبنة هي ندمت عاليوم يلي عملته فيه منسكر عالموضوغ أيلو راحات راحة أيلو سيد فراد بعرف أني أنا الوحيدة المسؤولة عن كل شي صار إن الغلط أنا أقبل هالشي وما بقدر أعمل هيك شي أبداً وبدون علمكم طبعاً وما بظن إنه من حق يكمل شغلي عندكم بعد يلي صار أيلول شو فيها لا تاخدي ع خاطري هو كويس وأعزب وما بيخطر ببال حدا وبدك الواحد يحكي الحاق هاي هي أحلى اسمه انتي بيخطر لك هيك شغلات بس أنا ما بيخطر لي بعتذر بعتذر وهلأ أظبطوا وهي شو راح تصير آه نسيناها أيلول كانت بتعملها أحسن من هيك لكن راح نادي لعيدة تعملك ياها ما بدي ياها أنت أعمل ليها هون بنتي أنا ما عم أقدر أعملون عيدة ما على أساس أنت تعملون عيدة جاي أنت أعملون يا أنت يا أيلول بنتي بس أيلول مو هون لا قلت له أن ه видели الشباب بيجيبوا فطور شو رايك تفطر معي؟ لا شكرا ما نشو عن الصبح عيدة حضرت فتور بس شو كان خارق الله 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 عيدة عندك بالبيت عم تجهز فتور فرات انت طبيعي ابدا الظهر ان كبرت شو شو بس يا ريت تقولها مرة تاني مشان سجله هون عم احكي جد مؤيد مخي مو معك عيدة هي السبب لا لا مو هي عيدة مشكورة عم تحاول تساعدنا شوي ما كان في عنا مربية صحيح استقالت اه فهمت كل هالشي عم بيصير لانها تصرفت هيك قبل ما تصرفها استقالت مو يعني انت مزعج مشان هيك مؤيد طيب طيب يعني الحقيقة البنت عم لت منيح وهذا تصرف زريف بس ناس حبتها كتير اول مرة بتندمج مع مربية ايه عفكر قوم واحكي مع البنت ورجع بعدين حرام البنت خسرت الشكل انت قدرة اذا ناس بتحبها كلها لقد يعني ايه وبعرف كمان شوف اذا جوالك جاهز سجل ما رح عيدة مرة تانية الظاهر عم اكبر وعم ضيع كمان ايه ايه بس مجاعة لبالي إلعاب اشتأتي لبيتك ما هي مضبوط شو بيعرفني يا حبيبتي انتي بحياتك ما كنتي هيك تغطي وتشردي إذا بقدل لك هون شوي تانية رح يتسجل بتاريخك خسارة كبيرة يكون بيعرفني بلا يا الله شو أعمل لحالي مع أربع أولاد شو بدي أعمل بثلت سنين ما طلعت إجازة وأنتي بتعرفي بكرة لازم لاقي واحدة تانية تقعد مع البنت برأيي إذا بتحاول تنسى موضوع المربية بيكون أفضل للبنت هلا وشلون انسى يعني هالشي ما رح يمشي بالمربية وبالدادة وغير شغلات بعرف إنك عنيد حتى فيك تجبلها من لندن بس حتى أفضل مربية ما رح تنقذها لبنتك مو بس بنتك الصغيرة عندها مشاكل الكبار كمان مهم مظبوط هننا بحاجة لوحدة تعيش معه تكون قريبة منه وتعيشهم الجو العائلي وتحاول تحل مشاكل الكبار والصغار بتعرفي صار كل شي غريب بنسبة لإلي خاصة بعد وفاة شاهيناس بعدت عن كل النسوان كأنه متت معا بتحب قللك اقتراح بجني الجرأة فيك هي اللي بلحدود بتعجبني دائما شو رأيت بشي عطلة صغيرة يوم أو يومين يلا هالليلة تريك شغلك على بكير وخلينا نروح على البيت سوا يلا روحي رزان عندي شغل روحي بقى خلصيني ما بروح إذا ما بدك ترجي ما بروح روحي بل ألعب مؤيد إذا شي ليلة طلعت بكير من هون وهتميت بمرتك بيخرب الكون يعني هلا أنت شو عم تحاول تعملي معي كتير بسيطة عم حاول إقنع زوجي اللي بيجي كليوم عالبيت وش الضوط عبانه وعايف حاله إنه يجي عالبيت بكير شيون إقنهوا إنه نقعد سوا نحكي شوي نشرب قهوة سوا نشوف التلفزيون سوا وبعدين إذا كان في معنا شوية مجال وشوية وقت نروح ننام سوا شيون زوتي هرزان إذا بتروحي هلا بيكون أحسن ولا رح بتركك لحالك هون يكون بعلمك كنت عارفان إنه مارح لاقي جواب أصرو بنسحب هديك المرة وهي الثانية يلي بتطردني من هونو بتخليني روح ويكون بعلمك الثالثة ثابتة الله معيك روحي بخاطرك يا جوزي يا أخي وطي صوت هالموسيقى شوي وليش شو مشايف عم ندرس يا الله شو دريس كان أبكرا عندك فحص شو دخلك عندي فحص ولا لا هاي عم بقرة كتاب أوف يلا الصح عمحاول أقرة كتاب أصلا أنا مخربت ما عم بفهم شي ناز وين أنت لا إله إلا الله لوين راح تلبنتها لا ناز شفت أخت كل صغيرة يا أولاد لا والله لا ليش وينها لا حول إلا بالله ناز وينك أنت يا بنتي شو صار ضائعة ناز ما بعرف يا بنتي أخدت لها الحليب وما لقيت أبو ضطا بتكون عند إخواتها لا موهني هلأ سألتم آه ناز 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 تمام البرنامج هي سكرنا موضوع غادة وهلأ في قدامنا برنامج العطل وبس واقفي واقفي مو بها السرعة نعم آسيا ليش عم تتلبكي بالحكي أوليلي شو بدك بسرعة آسيا شلون يعني ما لقيته دورتوا بكل البيت شوفي أنا شايد غري شوفي لسه ما لقناها ما عندنا نلاقيه دورنا بالبيت كله بنت صغيرة ما بتقدروا عليها ناز 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 غادة روح مع عيدا للهديك الجهة يلا وانتوا روح بتجنان الجنين الأمامية حاضر بابا آسيا ونورا تعووا معي ناس 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 خدوا البيل اديان خدوا البيل نايب بنتي تعي تعي بنتي جهزوا غرفة خلوا عيد تضل هون لأنه تأخر الوقت نايب حبيبتي 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 بس أنا هون بابا وراح أحكي لك قصة حلوة كتير ألو قصة بس حلوة كتير كان يا ما كان في أحد الغابات كان في أرنب اسمه وامو قال أرنب وامو بدي روح على الغابة إلعب يا ماما قالت لأمو لا تروح على الغابة يا ابني فيهنيك تعالب بيطبخ الأرانب وبياكلهم قطعة قطعة وبعدين وبعد ما مات التعلب بلشوا يعيشوا بالغابة سعادة قطعة قطعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر البنت بنشت اليوم بشكل أهو حلو شكرا إن شاء الله تستمر برايك اللي عمونه بيضحك شي لا اللي ميلي عمضحك لك يلا حبيبتي يلا اعطيني الي انا رح شربه ما بدي خلي بابا يسقيني انا بدي ايلول اليوم ايلول ما انا موجودة حبيبتي ابوكي هون ونحن هون تلفونه مشغل تصلوا ايلول ما عد فيها تجي استقالت شياني استقالت حبيبتي ايلول قالت انه ما عد بتتشتغل عنا وهذا من حقه ونحن ما فينا نجبر على الشي بعدين ايلول ما ضلت معك الا فترة قصيرة بس نحن كله ياتنا بالبيت بجنبه ونحن رح نطلع معك ونلعب معك سوا اتفقنا ما بدي اطلع مع حدا ولا العب مع حدا اهلو مؤيد طيب جاي جاي بعد شوي يلا اتفقنا حبيبتي لا ما اتفقنا يلا فراد انت روح انا رح احكي مع ناس ورح ابقى معه شوي بدي ايلول اليوم صار لازم روح تاركيني الزلم الى حالة طول اليوم تصل بايلول اليوم بابا لا تنسى تصل فيها وخلياتي يجي بقى رجاءً 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 قالوا تحياتي مدام سيارة كتير حلوة ما اكفره ما اكفره ما اكفره يا الله يا الله ظاهر عم يدوجر على حدا مين بيتو بتعرفوا واحدة اسماعيلول مه وين بلاقيه بتلاقيه ونيك بهديك الصالة شكران صحتانو عافية نورا تفضلي فيه شي بدي اقولك يا فضلي عيدة خانوم ايلول شبه برأيك كيف كانت كانت منيحة عيدة خانوم يعني لعفوا منك بس الكل تعود عليها بالبيت حتى نازلنا ما بتتعود تعودت عليها حتى نحنا اول ما شفناها تراهننا انا واسيا ايه والله انه ما فيها تستمر اكتر من كم يوم هون بس ما بعرف شو عملت وحببت ناز فيها خلتها تهدى بالأيام الأخيرة حتى فرات بيك تغير كمان غريبة ما يا ريتا ما راحت يا ريت ترجعي يا أليم مشي الحال مرحبا السبب جيتك هون متل ما بتتوقعي ناس ناس بحاجة كتير تكوني جنبا اكيده بتعرفي هي بالنسبة للي وشبتان وانه بساوي اي شي مشانا انا حابب احكيلك احكيلك بخصوصنا وخصوص عائلتنا اشياء لازم تعرفيها ناس بنتي الذكرى الاخيرة من ريحة امه لما ولدت ناس امه ماتت بنفس اليوم ماتت تربت لندو ما تعرف وتشوف امه ومشان هيك صعب شوي ورح تكمل بقية حياتها كصبية وبعدين كمرة مسؤولة الى مشاكل حياتها بس هادا صعب علي عمشوفه لان من الصعب علي كتير عبرلك عن هادا الاحساس باعرف اشي الحقيقة مصعب لها الدرجة نكلي انا وكتير من رفقاتي اللي تربوا بالميتة لا عارفوا امهاتهم ولا عارفوا قباحاتهم فوق باب المدخل مكتوب دار التأهيل بس هون دار ايتام مشان هيك حكي برياحتك اكيد رح افهمك اسف كتير بيجوز مشان هيك اتفقت دغري مع ناس وهي اتفقت معك ناس طفلة صغيرة زكية واحساسة كتير اوي انا حبيتها كتير وبعرف انه هي كمان حبتني وهي هيك هي بتحبك كتير وما انا حبي حدا تاني يهتم فيها بنوب ما عم تخلي حدا يهتم فيها غير انتي وبس وانا هلأ باسم بنتي وباسمي انا كمان حابت ترجعني يا ايدون رجعني الجاية وطفل اشتريت هاد القاتو مشان تاكليه انت لا تقولي لي حبيبتي انا ما حدا بيقلي حبيبتي غير بابا طيب متل ما بتقمر بس لازم تاكليها القاتو شو طيبة ريحتو القاتو هاد عاملينو بالموز بعرف انك بتحبي الموز مشان هيك جبته ما بحب الموز انتي غلطانة مو مشكلة مرة تانية رح اجبلك يا بالفريز الموز ما بحبه والفريز ما بحبه والكارز ما بحبه وشوكولاة كمان انا ما بحبه ما بحبشي اسمعي اذا اكلت القاتو رح اروح على انطاليا انا وياكي ماشي حتى انطاليا ما بحبه بس المرة الماتية لما رحنا ما قلتي انبسطتي لا ما انبسطت ابدا خلص لا تعز بحالك معها يا عيدة خانو انا بطعميها شكراً اسيا اذا احتجت اي مساعدة منك بناديلك بس انا قصدي مشان ما تعز بحالك شو رأيك غنيلك يلا يا حلو ايكي اللي لقاتو مشان تصيري عقلي مو بنت صغيرة انا قال اذا احتجت مساعدة بناديلك ولك بقص ايدي مشيرش ايز ادرت الطعميها ناز عنيدة بس هي عناد منها والله مااني عرفاني كأنو اذا طعمتها رحي لبسوه شي تاج من مصلحته ترضى عنها فعلا من مصلحته يعني بننكسر يدك اذا شدتيها شوي اذا زعلانة من عايدة بتفشي خلقك فيني انا قديش صرلي بيشتغل هون عن فورات بيك وبخدم بهالبيت بحياته ما حدا سمعني ولا كلمة اوزعجني وين رحت هالبنات هالا وقت تروح وتتركني الحالي بساتني هون ما رحت كنت عم سكر الباب لا يا بنتي انا مو اصدي عليك انا اصدي على الايلول كانت متفقة هي والبنات بالاخص ناز اي بس مو انت يالي شليتي عليها وقلتي انو ما رحت تكفي اكتر من اسبوعين اي والله صح انقلت هيك بس نجيتي للحاقة هي كتير بنت حبابي ولطيفة اي والله بدك الصراحة لو كنت انا ما كانك انتركت البيت مثله والله برافو عليها هالبنت عندها كرامة بس هالا الساحة فضيت للست الخانو لا لا تخافي نازر حتخلي عايدة تمشي بالشارع وتحاكي حاله انتي ما بدك تحلياني قبل شوي كنا عم نحكي بها الموضوع ما شوف شو صار هلا بتكون طح بشد الدنيا يلا شوفي يا بنتي نورة جبيلي خرقة نازل لما قامت وقعت علي بدون قصد اي مو مشكلة شو بدك تساوي لطفلة صغيرة روح مسحية بصابون بتروح بسرعة على الناس وقعت عليها بدون ما تقصد روح يفتحي الباب انا بتم المسح اي لول مرحبا يا ربي شو هاليوم هات كل شي عم حسه وعمقوله ضغري عم بصير يعني وقتين اللي الجرس ران نقلت لحالي معقول تكون اي لول والله قلت لحالي هيك بس كمان قلت يا هبلة اي لول شو بدك تجي تساوي هون بعد كل شي صار بس لما فتحت الباب اتفاجأت فيكي والله مبسطت نورا بدك تخليني يفوت ولا ارجع على الوح اههه اههه اسف إفío راتبك فضل نازب حزني من الجل عندك ايلول اجت ايلول ايلول اهله وسهله يا بنت اهله وسهله بابا اّجت ايلول مم mig عالو بابا هولي أنا جابك لك يعني انت صالحت يا بابا كيفك انت حبيبتي نيحا طيب انت رشتركتيني أيلول كيفك الحمد لله أهلا وسهلا أهلين فيكي يلا تعي لوين بدنا الرجل يلا خلينا نفضي أواعك من الشنطة ماشي عن إذنك حياتي ما توقعت انك ممكن تسوي هيك شو أصدك أول مرة مربية بتترك الشغل وبترج ترجع لحالة عالشغل من دون لا أحمل أدستو نو أنا رح تجبتا لا تقولا أم قلتا هذا إليك بس هي لعبتك حبيبتي لا لا مشكلة يلا خدية أنا وعدت حالي وقلت إذا رجعتي رح أعطيكي كلبي إليك هدية شكرا كتير إليك حبيبتي بس أنا فهمت عليكي أحلى هدية بتنهدأ لي شكرا كتير حبيبتي بس عندي فكرة رح أخذ لمقص وإنتي خلي كلبك معيك شو رأيك شو علي أيلول نعم عمري ما قلتي دي أنت لو ورحتي عالميتم شو يعني يعني المكان يلي بنعيش في أنا ورفقاتي يعني هذا بيتك أنت ورفقاتك هيك الضبط مثل بيتنا لكن قولي ليش اسم رفقاتك ملك فتون مروح وكمان زينة وكمان رفقتي شام طب ما في سبيان عندكم لا ما في غير بنات شو زميري أعط شكسي شيني شيني يوسفكي ما قلتي لي يا فتون شو هي اللي جاب على بالك هالغنية لأنه قلول كانت تحبة لها الغنية اه مرحومة كانت كتير تحبة حاجة خبسيتة خوتي ياللي بيشوفو كيك بيقولوا النار تحمل طيب شو أعمل مش تقدر لك ما قالت لك رح تجي يوم لأحد وجون ترافولتا يعطيه إذن بضل عندك تول النهار يعني قداش بيشبهوا لهالزلمة يعني فيك تقولي إنه قريب للقلب لا مو بس بيشبهوا فولة ونقسمت نصين والله أنا ما بعرف بس اللي بعرفوا إنه شعم معها ليش من أنه ناحية من ناحية إنه كتير حلو كريم حتى لو كان عنده أربع ولات شاقين لأرض وطالعين شو يا معلم كأنه فلسنا وما لي خبر لا تطمر ما فلسنا متدايق من البيت شوي الولد مرة تانية مو هيك بس طبعا في شي منه من الصبح قاعدة عم تنقفه وراسي بدأ تروح شي مشوارة أي حقا شو بيسير إذا رحت وشميته هو بالعطلة ياللي بيسمع هالحاكي بيقول إني حابسها وما أنا حاببها تطلع بس أنت بتعرفها لمرتي لما منطلع مشوارة بيشوف عيلي مع هؤلاء بتحط الحزب بتجرن من رأية واسية شوي لأنها حساسة أكتر من اللزوم والله العظيم عم واسية وعم راعي مشاعرها بس هي كمان زودتها شوي يعني إذا بتتضل هيك راح تجنني ليش مزعوج في شي برزان ما وإنتي شو عرفك نسيت أني خبيرة علاقات عامة وبعرف كل شي ولما قالتلي أنه ما بدي تحكي صارت رجلي ترجف مع أنه في برأسي مئة شغلة بدي أحكي لياها بس انربط لساني ومعرفت شو بدي أحتي ولا حتى منين بدي بلش التلب تعرفي زين الدين زيدان ليه هذه اللي صار شو بيعرفني ايه والله حسيت حالي قدم نملة وما عاد فيني ساوي شي وصرت تخوت واسألة بتحبي زين الدين زيدان حاجة مزخرة يا أنا عمقلكم مشكلتي مشان تحلولي إياها بس ملحق عليكم حق زيدان حلو عنا يا تعتعش بدل ما تحلولي مشكلتي عم تضحكوا علي قلولي كيف بدي يصلح الوضع تصير بعطلة مسج ايه بيصير بس هاي المشكلة ما بتنحلى بالتليفون ولا بالمسج هاي مشكلة عويصة طيب شو عمل شو بيعرفني ليش ما تتروح لعنده وبتصالحها وبتعتذر مننا بل كي بيمشي الحال ياسر إجيت لهون لا ليكم ليكم تضربوا قلتوا ورفقتكم مرحبا كيف سلام مشي الحال أنا عرفت مين هو زين الدين يا الله فصلاة كتير حباب وأدمي بصراحة لولاك ما كنت عرفت مين هو أبدا شكرا كتير إلك أنك عرفتني عليه ما في باعي زبطت يلعبو معقولة أنت شو صاير لك اليوم مع واحد القديم شو صار فيه تركته يا ربي لسه ما صار لك يومين مرافقتي واسيم شو صار فيه بدك بصراحة أنا بالأول ما عجبني أبدا بس يلي صار أنه لما سألني عن أكتر شي بحبه فقلت له الشوكولاتة عم ضغري تركني وراح جبلي شوكولاتة فعجبني ومن وقته لهلأ مترافقين أنا ويا عجد إنه رجال قلولي شلون طلع حلوة عجبه عم تحكوت ها برا رح عرفك عالبنات برا جوا غالق مرحبا اسمعني عم تشتغل دي جي اي والله من زمان يا الله شو كنت حابة إني أشتغل هالشغلة لعد قلني إنه صعبة والله هي يعني متل أي شغل إله جواني بصعبة وإله جواني بسهلة طيب مثلا إذا أنا حبت اتعلم ما الشغلة وصير دي جي قلني شو لعزا يمسوي مش عنصير متلك تمام بددها شو الشغلة هي ولا مفكر الإزاعات بوابة مفتوحة وعم يستنوا حضر ما عفتت مزخرية اي بصراحة بده وسطة قوية كتير عن إذنكم يا بنات نحنا رح نمشي اي روحوا الله معكم لأنه إذا ضليتوا هون ما رح تخلصوا من أسئلتا لجوا أبدا شو حكينا يا كله سؤالين سألنا يا خاطركن الله خاطركن يا بنات لا تنسوا تحاكموني ها شو زرات عظم كتير سبعتك الحمد لله السلامة أهلا وسهلا نحلي أجيتي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلين فيكم أكيد بدك تلعب على الكمبيوتر إلا خلصنا رح نقوم لا لا أصلا أنا ما عدت لعبت على الكمبيوتر مو هيك ناس ما عدتك تبطل هلكزب بقى ما عدت تحكي هلحكي شو إمت رجعت الصبح أجيت حتى أأخذ هاي تعرف تعزف عليها شوي آآ يعني شوي بابا طلب مني أتعلم العزف طيب عزف لنا لا هلأ ما عبيعرف آآ ما حبيد حتى أتعلم عليها أنت بتعرفيته شفي إيه بس لاتتضحكوا علي بالمدرسة كانت الآن ستعلمنا بس أكيد هلأ نسياني كل شي حلو كتير بقدر استعيرها منك طبعا كتير منيح في بينات لنوقات مشتركة شو مشاريعكم آخر الأسبوع؟ يعني ما بتعرفي أكيد رح نشتغل ليش شوفي حتى عم تسألينا السؤال؟ جانا فاكس على المكتب قبل شوي مكتوف فيه إنه الجمعية رح تسوي اجتماع آخر الأسبوع بسيلوري بكرة بيبلش وبعد بكرة بيخلط دخلني لأنه أنا ما فيني أتحمل أول مسؤول عن هالكلام وليش لحتى روح أنا؟ ايه خلص ماشي عندي حر رح يرضيكم بو 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 حجرة بجرة قال لي ربي عدل العشرة واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة ها تمام رح لي سعيدي يا معلم وانت رح تروح ها ها دورك مؤيد انت اللي رح تروح أنا حاسس إنه الشغلي فيه زوغلي لا لا مو زوغلي حظ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا لعندك شكري لك يا جواهر عم عزبك معي شو هالحكي اللي عم تحكي يا بيك بالعكس هذا من واجبي والله شو ما عملنا معك من ظلم أصرين بحقك أستغفر الله والله عم بحكي يا جد معا بتروح من بالي لما كنا نجي على الأصر العدلي وورانا طابور سيارات ومرافقة وانت كنت تجي بالسرافيز والباسات بالأول ما كنا نعمل لك حساب وفكرنا انه ما حدا بالدنيا بيقدر علينا بس اذا بدك صراحة يا بيك ما حدا قدر علينا غير انت بالأول أنا انزعجت بس بعدين هديت وقلت لحالي أكيد هي العدالة لأنك كنت كتير معتر وفقير تجي أوقات بالسرافيز وأوقات تجي ماشي وتحت المطر والتلج من شان هيك يا صادق بيك مو انت اللي بتجي لعنا نحنا لازم نجي عندك شكرا جواهر طيب انت ما عندك فكرة نجدوا للناس خطفوا حفيدتي والله ما بعرف يا بيك حاولت افهم شو بدهم بس والله ما رضوا يحكولي مو غريبي لأنه ما في شي بصير إلا ولو سببه طيب هدول الناس شو لم مصلحة بخطفها للبند صاح لأنه مو معقولة يخطفوها هيك بس أنا حسب ما فهمه انه قلن مشكلة مع ابنك فراد هنن عم بيضغطوا عليه مشان يفرغلن المحل تبعه يعني كمان هدول الناس بيشتغلوا بالبارات مثل ابني فراد لا الشغلة ما إلها علاقة بالشغل هدول ما بيشتغلوا بيتصلبطوا ايه فإذا الواحد كان محله ماشي وشغال وعبي طالع كتير منيح بيضلوا وراوي يدايقوه لحتى ياخدوا منه خوة طيب في حدا بالدولة يدعمه اللي حتى عم يساوي هيك تعرف تماما يا بيك انه الدعم لابد منه هيك قلية الشغل بس إذا بدك تعرف هدول الناس شو بدهم نسأل فراد بيك هو الوحيد اللي بيجاوبك على سؤالك ويقلك ليش خطفوا البند اشتركوا في القناة